السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم وزميلكم هاني بركاته من كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية السنة الثانية تمام بسم الله الرحمن الرحيم اليوم راح نبدأ بشرح تشابتر خمسة بإذن الله تعالى الاحرح اللي راح يحكي ان شاء الله عن الـ Action Potential والـ Credit Potential وأنواع القنوات الأيونات الموجودة وما إلى ذلك تمام بسم الله الرحمن الرحيم ورح نحكي طبعا عن عن الأنواع ورح نحكي عن مصطلح البلاتوم اللي هو موجود بشكل عام يعني بال موضوع الـ Cardiovascular System إن شاء الله ورح نحكي عن الـ Permanibility وما إلى ذلك يعني للـ Potassium والـ Sodium وكيف أن الـ Permanibility والـ Concentration بيأثروا على جهد الخلية وما إلى ذلك الآن التفاصيل رح تجي إن شاء الله بالقادم يعني إن شاء الله بسم الله نبدأ وفي حبة تنوى على ملحوظة إنه المادية هاي مادة المد اللي هما شابتر أربعة وثلاث وخمسة وخمسة وعشرين وإن شاء الله هشرح خمسة واربعين أو ستة واربعين إن شاء الله هدولة هشرح هم السنة هاي هدولة هكونوا طالعين من الفرن تازة الفيديوهات الباقيات مادة الفاينل هدولة شرحته مثل الماضية فإنه صعب جدا إنه أقدر أشرح مادة كاملة يعني ناسيها من سنة فحبيت أن أوه لكم هالفكرة المهم بسم الله نحن نحن رحيم نبدأ من جهد الغشاء دعم هالرسم مرت معنا كثير يعني سوديوم 14 برة 42 أنا هاي بدا بديا بديت بودة من داخل مالإضافة بيلون يسوم لأعلم بربما بحسن القاتسوم رح نحكي عنه بشكل كبير بالشابتر العضلات اللي أنا شرحت لك لكم هضيف يسوم هون عنا زي ما بتذكروا بشابتر 25 الشرحت لكم بكتاب قايتون اللي حكيت لكم عن الـ Active Transport و الـ Passive Transport حكيت لكم أنه الـ Active Transport تمام بيستخدم الـ ATP في عن النوعين Primary and Secondary الـ Primary اللي هو هون مثال عنه الـ ATP is Sodium Potassium ATP is Bump تمام؟ طلع لي 3 Sodium لبرة و 2 Potassium لجوه هذا كلهم نعرف نحن تمام؟ يستهلك طاقة ATP بصير عندي ATP بصير عندي phosphate group و ATP طبعا طبعا هناك أنواع من الـ Ion Cannes لدينا Leakage Ion Cannes لدي Legend Gated Cannes و عندي Voltage Gated Cannes و عندي Mechanically Gated Ion Cannes تمام؟ احنا أخذنا بالتوجيه Legend Gated Cannes الآيونات الحساسة للمواد الكيميائية و عندي Voltage Gated Cannes هي الآيونات الحساسة للفرق الجهد الكهربائي تمام؟ احنا ما أخذنا الميكانيكية و ما أخذناه التسريبية تمام؟ هلها التسريبية في عندي نوعين عندي بوتاسيوم و عندي صوديوم تمام؟ هدول دائما فاتحات يعني ما في شي بسكرهم نوعين بوتاسيوم نوعين بوتاسيوم نوعين بوتاسيوم و عندي صوديوم أكثر من الصوديوم تمام؟ من البوتاسيوم أكبر بكثير نصوديوم وهذا يُعزى وهذا السبب وهذا التفسير المنطقي إنه بتكون الخلية من الداخل سالة بـ 70 ميلي فولت لأنه البوتاسيوم يطلع لبرة يطلع لشحنة موجبة فيقلل لي خروج أو دخول أو أنه المحافظة على الشحنة الموجبة لداخل الخلية ما عندي محافظة لإلها فالبوتاسيوم يطلع لبرة فعشان هيك بيكون سالة بـ 70 ميلي فولت أو تكون سالة أرقام يا جماعة ما تدقق علينا دكتور محمد شعبان درسنا المادية ما كان يدقق كثير على الأرقام يعني و إذا بدي يدقق بيعطيك ورقة معينة بيحدد لك إياي بالامتحان تمام تمام فالمختصر مفيد عندي أنا التسريبية عندي قنوات بوتاسيوم تسريبية أو ليكيج non-gated candles بوتاسيوم أكثر من السوديوم وهذا يسبب لي أنه جهد الـ رستنج بوتينشيل بيكون سالة بسبب ميلي فولت أو بيكون بالسالة النوع الآخر أو نوع الثاني من الـ نوع الثاني اللي هو نوع الثاني اللي هو open and close in response to chemical stimulus تمام يعني مثلا تذكروا بالتوجيه ما كان عندنا مثلا مواد سيارات نيرو ترانسميتر زي الأستيلكولين تمام ترتبط بالمستقبلات بروتينية موجودة على هالقنواتي فرح تدي إلى تحفيز القنواتي وتفتح وصير في عندي آآ شو اسمه آآ تسريب للسوديوم يعني مثلا هاي الصورة مثلا تمام هاي الصورة عم نحكي عنها chemical stimulus تمام مجم ارتبط عندي نيرو ترانسميتر استيلكولين هارمون أي شيء بدك إياه تمام ما عادت بكون استيلكولين تمام بيفتح بيؤدي إلى أنه دخول آيونات الموجبة مثلا زي آيونات السوديوم عادة عادة آيونات السوديوم وما إلى ذلك تمام هاي بدياك بدياكم تعرفوها وهي عم نحكي احنا عن ايش عن الكاش كانال كانال عادة هي بتكون مفاتحة ما بتسكر يعني بالعادية قلنا نحكيك عن mechanical stimulus الميكانيكال stimulus يا أعزائي لما يصير فيه ضغط معي مثلا إنت مثلا ما حدي المساك كيف تحس باللمسات لما واحد مثلا لازم يقول للضغط فهذا الضغط راح أدي لي تحفيز الميكانيكال غيتت كنلز تمام فرح أدي إلى دخول السوديوم إلى الداخل ماليش السوديوم إلى الداخل فرح يدي إلى إيش زيادة في جهد الخلية من الداخل تمام فنوع الثاني اللي هو voltage-gated potassium canals تمام هاي بتتأثر تفتح لما يصير في عندي action potential أول ما يصير في عندي action potential تمام تبدأ تفتح هاي التفصيل راح أحكي لكم عنها بالتفصيل خليل نرجع لسلايد الأصلية تمام حلو حكينا عن legend-gated canals وخليل نحكي عن voltage-gated canals هلا حكينا هو يرسبوند to direct change آسف to direct change in membrane potential ميكانيكال اللي حكينا عنه هذا بشكل عام واحد يعني سؤال بيخترب بال واحد يعني انه مثلا كيف هاي تتحفز من أساس هاي voltage-gated canals هي أصلا اللي بتحددلي إذا عندي أنا جهة فعل ولا ما عندي جهة فعل مثلا إذا هاي تفتحوا هذول كلهم هي اللي بتحددلي صار في عندي action potential ولا ما عندي action potential طب هاي كيمين بحفز لياها يا هاي بتحفز لياها اللي هم legend-gated canals يا mechanical-gated ion canals sodium طبعا نحكي عن الصوديم هون نحكي عن الصوديم تمام فمثلا إذا يجى مثلا ناقل عصبي حفز لي legend-gated canals جهات خلية مثلا فرح يزيد مثلا موجبية الخلية لما زيد موجبية الخلية هاي تتحسس وتتحفز وصير في عندي overshoot وأبستروك وأكشن potential وما إلى ذلك ويبدأ action potential تمام نفس الشيء المواحد يلمسك ويصير في عندي pressure أو vibration على المثلا على الأصبعك مثلا تمام أصبع الواحد فحدي لي إشارات أو ضغط فهذا الضغط رح يدي لي إلى أنه يصير في تشريب للصوديم لجوة ويزيد موجبية الخلية من الداخل تمام وأدي لي إلي صير في عندي action potential أم إلى ذلك تمام laser pointer تمام يا إخوان المختصر مفيد عندي leakage canals البوتاسيوم تميع عندها أكثر من السوديوم قنواته سريب تمام البوتاسيوم برمبيلي تبعيته أكبر من السوديوم عشان هيك جهد بيكون أقرب للبوتاسيوم من السوديوم legend gated canals زي ما أخذنا بالتوجيه هي بتكون لها chemical response وهنا سي نحط chemical وعندي voltage gated canals هاي respond to direct change in membrane potential هاي تعتمد على جهد الفعل أو تغيرات في الجهد الكهربائي أو الفرق الجهود الكهربائية وعندي mechanic gated ion canals حكينا عنها respond to mechanical vibration or pressure تمام تمام هاي حكينا عنها تمام تمام لا 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 الله تمام من برمبوتنشل نحن نعرف أنه عنا مثلا صوديوم بيطلع لبره والصوديوم بفوت لجوه مقضل النظر كان فسلية diffusion عن طريق مضخة لا عن طريق مضخة بتنعكي سلاية بس مثلا مثلا حكينا عن فسلية diffusion مثلا تمام بفوت من الخارج إلى الداخل تمام هلا يبقون how can passive diffusion of potassium and sodium lead to development of negative membrane potential مشكل عام أجيب لكم إياها مثال بسيط عندي عشر مثلا مئة قناة من هاي من البوتاسيوم تمام وعندي بس عشرة من هاي تمام تمام وكل وحدة بتطلع لي آيون بوتاسيوم واحد تمام يعني خلال الثانية وحدة بتطلع لي هاي مية كل قناة بطلع لي وحدة وهن كل قناة بطلع لي وحدة خلال الثانية خلال الثانية الوحدة طبعا هاي أرقام مش صحيحة بس لا توطيح تمام خلال الثانية وحدة كم آيون بوتاسيوم بتسرب 100 تمام وخلال هون عدد آيونات قنوات السوديوم كم آيون سوديوم بتسرب للداخل 10 الفرق 100-10-90 يعني 90 آيون موجب خاجر خلية وعندي هون فرق صالي يعني صفر الفكرة اللي بدي اوصلها انه عدد آيونات الموجبة اللي بتطلع برا الخلية اكثر بكثير من اللي بيتم تعوضه من الداخل تمام فعشان هيك تكون الخلية من الداخل سالبة ومن خارج موجبة ارجو ان تكون مصد فكرة مرة ثانية البوتاسيوم بيطلع عدد آيونات موجبة من آيونات الموجبة اكثر من آيونات السوديوم اللي بتحاول يتعوض فعشان هيك داخل الخلية بيكون سالب مقارنة بخارجها ارجو انه تكون الفكرة وصلت اخي نحط البوينتر مالش تمام هلا فيه مثال نطرحه عشان نوضح الفكرة القادمة هلا simplest case scenario if I'm imprimable only to potassium يعني انا بس فتحت آيونات البوتاسيوم قنوات آيونات البوتاسيوم سكرت السوديوم وسكرت الكلور والكالسيوم والآيونات الثانية تمام بس بدي افتح انا ايش البوتاسيوم نحن افتح البوتاسيوم انا تمام اللي مشي طبيع رح يصير فيه عنه إي فلاكس من الداخل الى الخارج هذا كلهم نعرفه تمام رح يديلي الى انه يصير فيه عندي شحنة سالبة بالداخل وشحنة موجبة تمام الفرق بيناتهم تعرفوا طبعا انتو تعرفوا الداخل الخلية نحنا عنا ايونات كلور نحنا بروتينات سالبة فعشان هيك بيكون عنا ايونات سالبة تمام عشان هيك بيصير فيه فرق المهم بوتاسيوم ودفوز down to it's concentration gradient until the electrical potential across the membrane countered and the diffusion تمام هلا في عنا مصطح بسميه اي كاي اللي هو بسمه بوتاسيوم ايكوليبري ان بوتانشيال تمام هذا بقيس اذا نحنا مثلا سكر عطينا بس القابلية البوتاسيوم بس هو يصله وتضفق فاذا عطينا البوتاسيوم القابلية يصله وتضفق في قانون نحسب انه اي اللي هو الاي كاي تمام الاي كاي الفوتاسيوم طبعا نحنا دكتور حمد شعبة ما كان يعني يعني يدخلنا معنا حسابات الا الحسابات اللي ذكرتلكم اياها القونون نهائي ما اتوقع يعني يجي يحاسبكم عليها هذا اذا درسكم دكتور حمد شعبة تمام الاي كاي قانون هسالة pris 61 مضروبة بلغرتم اا بدك تحسب بكب بتاسيوم تصبح بوتاسيوم تركيز بوتاسيوم الداخل على التركيز بوتاسيوم الخارج تمام او تركيز المادي مثلا حط صوديوم وبدأ لهي صوديوم وهي صوديوم عادي جدا تمام على خينك نحسب مثلا الاي كاي للبوتاسيوم مثال يعني خينك غير تحسب مثلا ارقام مثلا انه البوتاسيوم خمسه بالداخل وآسف الخارج 5 وبالداخل 140 140 على 4 35 سالب 61 ضرب 35 سالب 94 تمام هاي إذا عطينا نحن بس البرميبوليتي إلى البوتاسيا وما خلينا الـ Sodium ATPS بامت التدخل وما خلينا الـ Sodium يتدخل وما خلينا الـ Clor وما إلى ذلك يتدخل هاي سالب 94 تمام تأثيرها يعني جهد الخليم الداخل حيكون قيمته سالب 94 تمام المثال أخرى لو خلينا الـ Sodium لو بس عطينا الـ Permobility للـ Sodium نفس الفكرة هاي نفس القانون 14 142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هلأ في طريقين أفسر لكم ليش تغيرت شو حن الموجة مش حن الموجة بتغيرت ليش نحن حكينا البوتاسيوم بيطلع من من الداخل للخارج السودium لا بالعكس الخارج للداخل فالإشارة بالاتجاه تغيير فالإشارة لازم تغير السبب الآخر اللي هو رياضيا يعني السالب حنا نعرف أن اللغريتم السالب نطلع الإشارة السالب نضربها بالسالب يعني بصير سالب حقيقي سالب حقيقي مضروبة بسالب حقيقي بصير موجب تمام فهي بديكم تعرفوها بس يعني اللغريتم العشرة للأس عشرة تمام مضروبة بسالب مضروبة بسالب تساوي 61 تمام الرياضيات مهمة كثيرة يعني حاليا هي مهمة أكيد يعني بس مش موضوعنا لغريتمات تمام هلأ هيا في معادرة يسموها The Goldman-Hodgkin-Kate's Equation Also called The Goldman-Field Equation Calculates Voltage of Membrane When More Than One Ion Is Involved يعني أنا لك هاي من سلبيات لأنها ما فيها تقيص للمجموعة لكلي للآيونات السالب والموج بتأثيرها بينما الإيجابية The Goldman-Hodgkin-Kate's Equation إنها تقدر تقيص لي تأثير الآيونات الموجبة والسالبة فعني أنا ما بديك تستخدم هذا القانون يعني دكتور حمد شعبان ما سألنا عن هذا القانون أنا بديك تعرف عندي متغيرين هنا المتغير أول اللي هو المتغير ثاني اللي هو المتغيرين هذول أنا بديك تفهم القانون إنه أنا إذا بدي أزيد تأثير واحدة من الآيونات الآتيل مثلا بوتاسيوم مثلا أو السوديوم مثلا أو الكلور لازم ألعب بالمتغير لين المتغير اللي هو المتغير ومتغير اللي هو الconcentration عشان هيك مثلا من لاي إحنا إذا أنا زدت تبع البوتاسيوم أصلا هي زائدة أصلا أصلا تبع البوتاسيوم أعلى من السوديوم 100 إلى 50 مرة من 50 إلى 100 مرة عشان هيك بيكون طغيان للبوتاسيوم أعلى من طغيان للسوديوم فعشان هيك فأنا بديك تعرف من هالمعادلة هاي أنه البرميبيليتي والconcentration مهمات كل ما زاد البرميبيليتي كل ما زاد تأثير الآيون هاي البرميبيليتي الآيون هاي على الخلية داخل الخلية أكثر تمام فهي المعلوم بديك تعرفوها البرميبيليتي والconcentration هما بأثر ولكن يظن معي تقريبا البوتاسيوم والسوديوم تركيز متساوي تقريبا الصحيح في اختلاف أماكن ولكن كتركيز تقريبا نفس القيمة وما صار في عندي فرق ففعليا فرق الحقيقي داخل الجسم اللي بيحدده البرميبيليتي بس برضو إذا ما كان عندي مثلا كمية معينة من مادة معينة أكيد ما رح يصير أصلا في ديفيوجن عشان ما في هالكمية أصلا مش موجود صفر فالكونسنتريشن مهم والبرميبيليتي مهم ولكن بحالة الجسم الإنسان هي العام المؤثر تمام هلا في عندي رسمة الإيكا للبوتاسيوم اللي هي سالب 94 وعندي إيان للبوتاسيوم اللي هي موجب 61 تمام وفي عندي الجهد الحقيقي اللي هو سالب 90 تمام هلا في قايتون كتاب قايتون تدرسوا منه فعليا تأثير السوديوم مع البوتاسيوم يعطيني سالب 86 تمام طب كيف وصلت سالب 90 في عندي شي اسمه سوديوم بوتاسيوم A-T-P-S-Bump A-T-P-S-Bump تمام هاي بتأدي يصير في عندي زيادة بالسالبية للخلية إنها بتطلع السوديوم لبرة وبدخلي البوتاسيوم لجوه فعليا بتطلع لي ثلاث لبرة وثنين لجوه فعليا يعني صار في عندي فرق واحد بالشحنات الموجبة فعندي شحنة موجبة واحدة عم تطلع لبرة فهذا يؤدي لي زيادة سالبية الخلية فعشان هيك بتكون 89 نقصت أربعة منها وصير 90 فهي فعليا 90 ممكن تختلف أرقام بس بشكل سالب 90 أو سالب 70 بس الأرقام هاي مش للتطقيق يعني ممكن تغير ها عادي تختلف من حال لحال فلا السؤال القوي بقول لك why is is voltage so close to ek يعني الإكوليبريم potential لبوتاسيوم غريبة جدا من البوتانشل تبع الممبرين أو voltage ممبرين ليش بقول الجواب بكل بساطة the membrane is far more permeable to potassium than sodium حكينا القاعدة الجوهرية نحن أي مادة تكون permeability تبعيتها أعلى من باقي المواد سيكون potential membrane قريب من ek تبعيته يعني من e تبعيته مثلا potassium سالب 94 رح نلاحظ نحن إذا كان بما أنه permeability تبعت potassium أعلى 100 مرة فرح يكون السبب سبب permeability عشان هيك سيكون سالب 90 سيكون سالب 90 طيب ليش مش بالظبط سالب 94 لأنه في عندي تداخل potassium آسف تداخل sodium فالصوديوم بالداخل يدخل لجوه فبيزيد لي شوي الجهد يعني بس أنه زيادة مش المؤثرة شعر شعر تداخل الفكرة كي تتعرفوا قيشت كي تتعرفوا the resting membrane potential is closest to the equilibrium potential for the ION with the highest permeability حكينها القاعدة الجوهرية resting membrane potential negative IONs along inside of the cell membrane and positive ion along the outside membrane يعني بشكل عام ليش بصير في عندي بشكل عام اللي هو الايونات السالبة اللي بتميه تكون داخل خلية تمام والايونات الموجبة اللي بتكون خرج خلية البوتانسيوم تطلع لبرة عشانك تعطيني شحنة سالبة من الداخل والصوديم صعب تفوت لجوه عشان برمبيل التبعيت القليلة تمام الداخل الخلية تعرفوا عنا بروتينات عنا ايونات سالبة تمام potential difference at rest is minus 70 millivolt cell is polarized تمام مستقطبة resting potential exists because concentration of ion different inside and outside في عندي concentration مختلاف بين الركيز ايونات الموجبة و ايونات السالبة بين خارج والداخل extra solar fluid rich in potassium and chlor cytosol full of potassium organic phosphate amino acid membrane permeability differ for sodium potassium حكينا هاي مية مرة حكينا 50 to 100 greater permeability for potassium inward flow of sodium can't keep up with the outward flow of potassium حكينا انه الكميات الصوديوم ايونات الصوديوم اللي بتفوتها الخلية ما فيها تجاري ما فيها تعوض اللي بيخرجوا ايونات الموجبة بين البوتاسيوم نقول لك صوديوم بوتاسيوم pump ات بيز بمب او بمقولة مالك القتامي انها بتنزت اول ما تفوت بتنزت صديقي مالك القتامي نعم تمام الآن الآن في عندي مصطلحين مصطلح أولي هو الغريدد بوتنشل وعندي مصطلحة ثانية هو أكشن بوتنشل الآن الغريدد بوتنشل فعليا هو مش أكشن بوتنشل إنه زي إنه منبه أو إنه زي إنه شحنة موجبة أو إنه دخول يعني هلأ أشرح لكم إياها سخيني أشرح لكم إياها small deviations forms resting potential of minus 70 millivolts hyperpolarization membrane has become more negative depolarization membrane has become more positive هاي لازم تعرفوا hyperpolarization زيادة في الاستقطاب هون depolarization إزارة الاستقطاب بس signals are graded تمام محسوبة إنه ممكن إنه محسوبة منه زي إنه محجومة بحجم معين أو إنها إلها حدود محدودة بحجم معين تمام ممكن تكون قليلة كبيرة بس إنه ممكن ما بتوصل للأكشن بوتنشل هذا المقصد منه تمام إنها تكون localized ما بتنتشر خلال العصب أو العصبون أو الأجزون زي ما أخدته بالهستولوجي إنه الأجزون العصاب بتكون من أجزون ودنترايتس ومن البدي يومي إلى ذلك greater potentials of care most often in the dendrites and the cell of the body of the neuron تمام أعطيكم مثال يعني بسيط تمام هاي الأجزون هاي دنترايتس هاي cell of the body تمام هاي hyperpolarization زيادة في الاستقطاب وهاي دي بولاريزيشة تمام هلا قريد بوتنشل إنه ممكن تحسبها إنه يعني بشكل عام يجيك منبه ما يوصل للأكشن بوتنشل يعني هون الأكشن بوتنشل سالب 50 يجاي منبه ما وصل للقريدد ما وصل الأكشن بوتنشل هاد بنسميه إحنا قريدد بوتنشل تمام هذا المقصد عليه إنه ما وصل الأكشن بوتنشل ويشي حلو بالقريدد بوتنشل مثلا يجاي جايك منبه واحد منبه ثاني وجماعتهم مع بعض ممكن تجمعهم مع بعض وإذا وصلوا لك للثريشولد بصير اسمه أكشن بوتنشل بصير في عندي أوفرشوت وابستروك وداونستروك يعني زي هات هادول إذا جماعتهم ثلاث وقدروا يوصلوا للسالب 50 مثلا في حال إذا كانت السالب 50 هي الثريشولد تمام بصير في عندي أكشن بوتنشل تمام زي ما حكينا هدا الصميشن طبعا بالمثال هاد صعب يصير فيه الصميشن في مسافة بيناتهم بينها بالمثال هاد يصير فيه الصميشن أنه الفرق الزيان بينهم قليل جدا ممكن تجمعهم مع بعض هاي احنا شرحناها نحنا كيميكل وكيميكل وما إلى ذلك تمام هلا عنا اشي يسمحنا generation of action potential ال generation of action potential هلا كيف action potential بصير وما إلى ذلك هاي اذا فيه اشي يصير عندي اشي يسمو depolarization بعد depolarization بصير في عندي repolarization يعني بقول لك action potential or impulse or sequence of rapidly occurring events that decreases and eventually reverse the membrane potential depolarization depolarization هي اذا تستقلع بصير شحنة موجبة بعدين بصير فيه اعادة للشحنات السالبة repolarization during an action potential voltage-gated sodium and potassium canals open in sequence طبعا السوديم بفتح اول وراح اشرحكم اكثر عن voltage-gated sodium canals إلها فيسيولوجيا محددة يعني جميلة راية according to the all or none principle يعني ايش يعني all or none يعني يا بتوصل ال threshold صير في عندي action potential يا ما بتوصل ال threshold ما بصير في عندي action potential يعني يا بصير action potential ما بصير action potential تمام قول لك تمام فقول لك the action potential is always the same يعني مدام وصل ال threshold سواء كان منبه قوي اقوى من اللي سبب يعني عندي منبهين الاثنين سببولي ال threshold ووصل الاثنين وصلولي ال threshold تمام يعني خلينا ارسم لكم اياها هاد المنبه الاول تمام وهذا منبه الثاني منبه الاول اقل من الثاني بس بس هون ال threshold وهون ال threshold تمام يعني يسيبوكم من التفاصيل هاي مش عارف ارسم انا تمام الاكشن potential تعون الاثنين رح يكون نفس الاشي تمام اخي رسمة مش ضابطة مش منطقية رسمة تمام نخلينا ارسموا لكم اياها هذا رقم واحد اام قام بس اعرف ارسم اني حمفوت هندسة ايه تمام بتكون هيك بتوصل الثرشول بعدين بتطلع هوفرشوت بعدين بتنزيل المهم يخوانين توفينتوا المقصد يعني انه لو كان هيك مثلا تمام الاثنين مثلا كان هنخين نعتبر هون وكان نعتبر هون تمام كمية المنبه هاد اقوى من هاد تمام بس رح يعطوني نفس هوفرشوت بس انا مش عافو رسم الوفرشوت معلش يعني فحقكم عليه بس انتوا يفهموا الفكرة يعني ان شاء الله مالك ميزتني المهم على الشرحات فهذا الاشي يبدي ايكم تعرفوا تمام 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 هلا بشكل عام في عندي مصطلح يسمه Upstroke Downstroke Resting Potential EK نعرف هذا كله During the upstroke of an action potential Sodium permeability increases Due to the opening of sodium canals Membrane potential approach زي ENA يعني فعليا رح نلاحظ نحن انه المbrane potential رح يقترب من ال ENA هاي ال ENA وهي ال EK بتلاحظوا هاي ال EK سالب 90 وال ENA لأ سالب 94 وال ENA سالب موجب 61 رح نلاحظ انه لما صار في عندي action potential رح نقترب من ال ENA انه صار برميابيليتي تبع البوتياسيوم عالي جدا تمام بس نحن نلاحظ انه في نزول انه البرميابيليتي تبع الصوديوم قلت والبرميابيليتي تبع البوتياسيوم زادت فحن نرجع لوين ما كنا تمام هذا الاشي اللي او بديكم تعرفوا During the downstroke of an action potential Sodium permeability decreases Due to the inactivation of the sodium canals حنحكيها بالتفصيل بسطاعة القادمة Potassium permeability increases due to the opening of the potassium canals membrane potential approach EK After hyperpolarization of membrane following an action potential بشكل عام هذه الhyperpolarization not always seem there is increased potassium conductance due to the delayed closure of potassium canals يعني بشكل عام هذه الhyperpolarization مو بتصير بس عادة ما بتصير يعني تمام هذا بديكم تعرفوا هلا اللعب الصح بسلايدي هاي تمام اللعب الصح بسلايدي هاي هلا أنا عندي زي ما حكيت لكم احكي لكم عن الفيسيولوجيا تبع Sodium canals كيف يشتغل تمام هلا الpotassium canals له بوابة بوحدة gate 1 gate بتفتح بتسكر هلا المميز بال Sodium canals خصوصا Voltage gated canals انها تحتوي على two gates activation gate منسميها وعننا inactivation gate هلا بالوضع الطبيعي resting membrane ما عنا اشي هاي بتكون مسكرة activation gate وهي بتكون فاتحة تمام حلو انا راح اقول شي راح احكي لكم عن Sodium canals كيف تفتح وتسكر عادة بحكي لكم عن البوتاسيوم حلو الان اول ما يصير عندي انا جهد فعل تضفق ما تضفق زيادة بالجهد لأي سبب واسباب هاي القناة بتفتح الاسف هاي البوابة هي بتفتح بس في ميزة بالبوابة ال activation gate بتميزة عن inactivation gate وتميزة عن ال potassium gate انه ال activation gate السرع بكثير من inactivation gate وال potassium gate فعليا اول ما يصير في عندي action potential يصير في عندي overshoot تضفق هاي بتسكر بس تسكيرت هاي بطيء كثير يعني مثلا هون فتحت ال gate هاي فتحت بتلاحظوا ان هون سكرت يعني بعد one millisecond one millisecond فترة طويلة فكرة بالمقياس الجسم داخل الجسم العمليات الحيوية فاخدت وقت تمام هذا شي الاول فالفرق بين ال activation gate وال inactivation gate انه ال activation gate السرع بكثير من ال inactivation gate تمام نوصل لمرحلة انه خلص سكرت هاي لما تسكر هالقناة هاي للاسف ال gate هاي خلص بطل في عندي صود يفوت لجوه تمام ورح يعدي الى انه هالقناة هاي هي وقلتها واحد بس بتسكر حلو هلا لما تسكر هال gate هاي نحنا هيك ما في اشي بفتحها يعني هالقناة هاي ما في اشي بفتحها او اسف هال gate هاي ما بفتحها اشي الا اشي واحد انه نوصل ال resting potential تمام لو نوصل ال resting potential بده افتح يعني خلينا اكرر فكرة مرة اخرى هاد بطع طبيعي resting membrane potential صير في عندي action potential تتضفق هاي بدها تسكر بس تسكيرها بطيئة جدا هون سكرت تمام فهون لما تسكر تمام هون لما تسكر تمام ما يعني خلص بتوقف لتضفق الصودين لبره فرح نلاحظ انه رح يقل الجهد تمام فما يقل الجهد الكهربائي بترجع يتسكر نحن اصلا حكينا انه هي بتسكر انه هي بتكون بحالة الانغلاقية لما تكون بالسالب 60 سالب 50 فهي لما تسكر وهي بتسكر كمام تمام لما نوصل للسالب 40 سالب 50 تمام هاي بتفتح خلينا نكرر فكرة مرة اخرى البواب الاولى البواب الثانية activation gate activation gate بتفتح لما يصير في عندي action button بصير في عندي ونوصل لل threshold لما نوصل لل threshold لما نوصل لل threshold هاي بتفتح وهي بدأ تبدأ تسكر بس بطيئة جدا تمام بعدين نوصل 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 بعدين بتسكر ونوصل لهون بتسكر هاي تمام ما في اي كائن حي بقدر يفتحها اذا سكرت الا اذا رجعناها للجهد السالب تمام طولنا طولنا طول لما نوصل لما نبدأ ندخل بالجهد السالب هاي بتسكر وهي بتبدأ تفتح هون فتحت هون بتسكر تمام هلا خين نحكي عن البوتاسيوم البوتاسيوم بوعبة واحدة اول ما يصير في عندي action potential تفتح بس ابطاء من السوديم تبدأ تفتح لما تبدأ تفتح بصير منلاحظ انه في ها منصير منلاحظ انه بصير في عندي زي انه طباطو بالارتفاع تمام تمام فالشحن الموجه فالشحن الموجه بتطلع يبر H5 فالشحن الموجه بتطلعوني أخض livre بوتاسيوم وحين سكرنا اهوه تمام فهون لما سكرنا السوديوم ده في الشحن الموجه بتطلع اللا اوقت لجوه. وبنفس الحالة عندي بوتانسيوم بتطلع خارج لخلية هاي فملاحظ انه فيه منزل لتحت الصفر وندخل للشحنة السالية. تمام? فبعدين لما نوصل للسالب 60 سالب 50 بتكومية بتسكر هاي. خلييني نكرر لكم فكرة مرة اخيرة. عندي السوديوم. اكتيفيجن كيت. لما اصي في عندي اكشن بتفتح. وهي بدواقات لاتسكر. تمام? فبسموها slow gate تمام? فااااا. أول ما تفتح بصير في الضفق رهيب. الكوندكتن سادة المصرية بتزيد. تمام? التيار بقل. بس انا ما بهمني تيار انا بديك تقزولي على الفولتج. تمام? زادت الشحنة الموجبة. الشحنة الموجبة زادت. الجهد الموجب زاد. تمام? الى ان وصلنا 1 ملي سكند. نحن لاحظ انه في انحسار للشحنة الموجبة راح تصير للشحنة سابقة السابقة الاول هاده يعزي له انغلاق السكرات وفتح البوتاسيوم فهي اثنين مع بعض الا له الجهد الخلية هلا فيه شغلة بديعكم احكي لكم ياها فيه مصطلح اسمه Absolute Refractory Period هاي بسموها سبب تسمية Absolute Refractory Period انه هاي مدام ما بدأت ما في اي منبه ممكن يحفز الخلية هاي مرة ثانية او هذا العصب يعني العصب هذا شايفين انه هذا مستحيل يستجيب لاي منبه اذا كان داخل الفترة هاي طب الفترة هاي من من وين لوين من لما يصير اول ما يصير في عندي Action Potential لانه فعليا لما نوصل Action Potential خلاص اي منبه راح يجي ما راح يعطيني فادي انه هو قلته واحد تمام تمام ولما تسكر هون طيب لما تسكر هون القناة هاي آسف لما تسكر هاي البوابة هاي هاي مستحيل حدا مستحيل تسجيب لاي منبه لانها بالاصلا محفزة اصلا فهاي لما تسكر ما في اي كائن بيقدر يفتحها الا اذا قدر نرجعها للفترة السالبة اه ممكن اذا ايجا منبه ثاني يحفزها تمام مرة ثاني عشان افهمكم الفكرة Absolute Refractory Period ما في اي منبه يعني مثال هذا منبه طلع طلع ونزل تمام اذا ايجا منبه ثاني خلال الفترة هاي ما راح نستجيب له تمام الا اذا ايجا هون المنبه اذا ايجا هون المنبه اخي اذا ايجا هون المنبه مثلا سعيته بصير في عندي action potential ثاني تمام يعني اكرر الفكرة مرة اخرى واندي اخي ارسمه هون ايجا منبه هيك طلع action potential بنزل تمام اذا ايجاني منبه هون ما بيستجيب له بينما اذا ايجاني منبه هون اللي يصير كلاتي هيك بسرعة هيك تمام هاي الفكرة بودوصلكم اياه حلو فان شاء الله تكون وصلت للفكرة تمام هلا السلائد الثانية بتوضح اكثر للمفهوم الابسوليوت ريفراكتوري بيروت والريلاتيف ريفراكتوري بيروت هلا الاشي المشترك بيناتهم انه ما يستجيبوا للسب ثرشولد 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 يعني تحت يعني اذا كان مثلا ثرشولد سالب 55 اذا ايجاني منبه مثلا سالب 60 مثلا ما بيستجيب له تمام او مثلا اذا ايجاني كمان ثرشولد اسف اخينا اعيدة فيك مرة اخرى الاشي المشترك بيناتهم انهم ما بيستجيب له اشي اسمه الثرشولد مثلا هون الثرشولد سالب 55 ايجاني منبه قيمته السالب 55 هون سالب 55 لا يستجيب لا هون ولا هون ولكن انا بدي اشي اسمه سوبرا ثرشولد السوبرا ثرشولد اذا ايجاني هون رح يصير في عندي اكشن بوتنشل بينما بالابسوليوت ريفراكتوري بيروت لا يعني نلاحظ هون المنطقة تيبولايزينج فيز تمام يزال استقطاب سافي استيميلوس يجا وصال ثرشولد طلع 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 ابستروك داونستروك من هاي الفترة هون من استيميلوس من وقت ما فتحت قنوات السوديوم هون يعني يعني من ما فتحت هاي تمام لاوين لهون هاي مسميها ابسوليوت ريفراكتوري بيروت يعني لهون تمام او لهون يعني بحال اي شايف هاي شايف هاي هاي لما قبل ما تفتح بشوي تمام قبل ما تفتح هاي ال هاي مسميها ابسوليوت ريفراكتوري بيروت تمام ابسوليوت ريفراكتوري بيروت تمام لهون هلا بعض الاحيان ممكن تفتح شوي تمام لما تفتح هاي شوي ممكن يجينا منبه عصبي تاني وتفتح تمام القناة هاي دي اكتيفاشن جيت بس انا بدي بس يكون السيبرة thresholey بيكون اعلى من سائل 55 تمام من الثلث من بعد الثلثين صيف عندي ريفراكتوري بيروت بكونوا مفتحات تمام بس انا بدي ايش اسمه سبرة thresholey تفتح وهون كمان يعني هو عم بيحكي عن هاي بتكونوا مسكرات يعني خدها قاعدة اذا كانت هاي مسكرة ما بصير في عندي استجاب لأي منبه هاي لما تفتح بصير في عندي قابلية استجاب لأي منبه مدام هاي مسكرة هاي نحن استعدنا بالabsolut refractory period لما تفتح هاي شوي ممكن احتاج لاشي اسمه super threshold تمام voltage عشان اقدر احفز يصير في عندي action potential فكرة هاي شوي معقدة بالداية طلطة بكثير يعني بس شاء الله سيكون بسطلكم اياه هلا بشكل عام depolarization فكرة زي فكرة السلك الكهربائي depolarized area تمام تنتقل هون بسوي depolarization هون بصير في depolarization و الى الاخر تمام فا هون كنت مسجل فيديو بالسلايدات اذا طلعوا صوتين عشان ما تستغربوا يعني صار في داخل الاصوات اه تمام الفكرة وما فيها هون عنا اشي اسمه عصبون axon باللغة الانجليزية محاط بالmylin احنا اخذنا بالhistology او انتو اخذتوا بالhistology احنا اخذنا معكم كمان المايلن شيث الوظيفتين الوظيفة الاولى اللي هي تأدي لي انو وظيفة داعمة للaxon حماية مالحماية الوظيفة الثانية واللي اهم اللي هي ايش تسرع لي الaction potential fast local current بمسمى يعني بهذا مسمى تمام ها الرسمة هتقول لي طيب شو يزننا مقضيليها رياضيات حسابات رسمات ما رسمات ايه الرسمات بحس انها بتساعد على اضاح الفكرة اكثر فملاحظ هون في عنا الزمن الصادات والسينات المسافة خليني نبدأ من هون منلاحظ مثلا انو ما يكون عندي مالي انشيث بتكون تقريبا يعني خليني قبل ما اشترحكم عن الفكرة هاي خليني نحكونا مثلا خليني نعتبره هون زمن ثلاث ثواني مستحيل ثلاث ثواني يعني بس مثال تمام هون ثلاث ثلاث وهون حيكون ثلاث 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 تمام يعني انا نقضي انو المسافة المقطوعة ما بتحتاج اعشار ثانية مقارنة بال بال الميليني نيتد يعني مثال بسيط هون صار في عندي خليني نبدأ من هون تمام سيب لكم من القسمات الزمن من هون لهون خليني نعتبره هون واحد وخليني نعتبره هون ثلاث تمام يعني بدوس ثانيتين عشان يخلص عشان ينتقد السياء العصبي من الميليني نيتد شيث تو ميليني نيتد شيث يعني انا بدي الثانيتين بينما خليني نعتبر هون ثلاث وهون في عندي اربع ثواني احتاج بس ثلاث احتاج واحد بالعشرة عشان ينتقل مسافة هاي كلها يعني انا اللي بقصده انو الميليني نيتد شيث السرعة تبعيته اعلى بكثير يعني مش القانون السرعة اللي هو خليني ارسم لكم مش هو سبيت يساوي المسافة على الزمن تمام فكل ما قل الزمن كل ما كل ما زاد السرعة ف مهون مثلا عشرين يعني مثلا المسافة من هون لهون مثلا مترين مثلا 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 عرقان مثلا مش تحيد يعني تمام والزمن مثلا اه مثلا واحد بالعشرة تمام واحد بالعشرة يعني عشرين متر بالثانية تمام وخلينا نفط микрим نفقد انه هون مترين تمام نفسها بس من دون المائلين شيف تمام والزمن مش واحد بعشرة واحد ثانية يعني حيكون ايش الجواب اثنين متر لكون ثانية تمام؟ هذا يعني انه بوجود المايلين شيث سرع لحدوث الـ action potential هاي فكرة اوصلكم اياها وفي عوامل اخرى زي انه اذا كل ما زاد القطر نصف القطر او القطر تبع المايلين شيث الاسف تبع الـ axon كل ما زادت سرعة وكل ما صغرت نصف القطر صغر كنماiritش تمام فهي الفكرة action potential صافي عندي depolarization هون지를ichلص ويوصل للا الاخر العشان ممكن اختصر عليكم detached مافي دايش ويتناعشقوا الفكرة ما فيها مدام عندي موجود مالينشيث وقطر اكبر كل ما زاد السرعة تبعيته وكل ما احتاج وقت اقل ليوصل بس هالفكرة بديكم تعرفوها خلص خلصت فكت هاي بديكم تعرفوها ما تعجقوا حاكم التفاصيل هاي تمام اه الموضوع الاخير دي اشرح لكم يا الي هو البلاتو تمام هاي الفكرة ما بتهمكم كثير انتو كسنة فصل اول بتفهمكم كثير انتو بالكاديوفاسكولار سيستم هاي موجودة بالجهاز القلبي او مضخة القلب تمام هالرسمة فيها خطة هي مفوتكم بوتاسيوم بس مش مهم اه ما لقيت رسمة واضحة زي هيك يعني هلا انا عندي فور فيزيز تمام بالطب ما حاشترح لكم بتفصيل بس انا بدي اشرح لكم نقطة لانه ما حتقدروا تفهموها الا اذا شرحت لكم الفيسيولوجيا تبعيتها من اول الاخر بس انا بديعكم تعرفوا البلاتو اللي هو بيكون في عندي نزول بعدين فجأة بصير في عندي طلوع يعني هالقسم هاي بسميه البلاتو تمام في عندي فور فيزيز ممكن كنتب ثانية ممكن تلاقي ثري فيزيز يعني انا ما بيهمني الفيزي انا بديعك تفهم ايش اللي بصير فيز زيرو زي اي عصب اي زي اي نيرون بصير في عندي يتضفق بالسوديوم بس اوفرشوت تمام بيطلع خلاص لما يوصل لمرحلة معينة بتصير بتسكر ايونات السوديوم فيز زيرو توصل فيز زون بلاحظ انه طبعا قبل ما اشرح اكمل بالشرح طبعا هاي الرسمة بتوضح لي الشحنة الموجبة ما بتوضح لي jackie داخلت ايونات السوديوم من الداخل بالاتحoms اضف ثانية تدقى ايونات الموجبة تددد داخل ايانات السوديوم بتدقي الشحن الموجبة الخارج الخلية تمام بس قبل ما تنزل للصفر يعني خيرا نفترض انه السوديم وصل لموجة بعشرين تمام والبوتاسيوم وصل للموجة بخمسة قبل ما يوصل لموجة بخمسة بتفتح ايش قنوات كالسيوم بس بتفتح لجزء بسيط للزمن اللي هو ممكن ترت اعشار بالثانية اقل بكثير يعني ناس الرقم بالزبط يعني بس ما بيهمكم الرقم فرح يوقف نزول الشحن الموجبة وخليها تثبت لفترة محددة ثم بعدها بتسكر اما تسكر البوتاسيوم الشغالة اصلا يعني اي هه يف dice ثري، فيز فور بصير عندي يضفق بوتاسيوم بوتاسيوم بيطلع البوتاسيوم بيطلع البوتاسيوم بيطلع البوتاسيوم بيطلع البوتاسيوم بيطلع البوتاسيوم بيطلع البو chaque terrible يعني انا فكرة ان هذه العملية بتفيدني انه تعطي القلب مجال اكبر بالكونتراكشن ويمتلى بالدم وما الى ذلك يعني طفصل هاي بتأخذوها ان شاء الله السنة الجاي او فصل الجاي بحكم انه هاي المادة رح تسمعوه اذا سمعتوها ان شاء الله الفصل الاول سنة ثانية فالسيستم حتاخدوه هذا الكاد الفاسكو سيستم وقيمته خمس ساعات بعدين الجهاز اللينفاوي الدموي اربع ساعات بعدين الجهاز الهضمي ست ساعات وان شاء الله يكون وجاهي امتحانات وجاهية عشان ما تحسوا بالظلم يعني وما نحس نحن بالظلم نحن نحن كلنا طلاب اللي بتدرب ست عب تنظلم ما بتاخد علامات يعني ان شاء الله الظاهرة هاي الاونلاين امتحانات ظاهرتين امتحانات اونلاين بتزول خلينا موضح لكم فكرة مرة اخرى فيه زيرو سوديوم بفوت لجوا تمام الى حد معين سكر قنوات السوديوم بعدين تنزل تفتح السبوتاسيوم تطلع الايونات الاموجبة خارج الخالية تطلع الايونات الاموجبة خارج الخالية بعدين تدخل الأب Fool طبعا هدى الكالسيوم القمرب. فتح الكالسيوم فتح الكالسيوم. فورك اللاهر بفتح الكالسيوم. فطلع. سكرت الكالسيوم. بيصير. سيبوك من السوديوم. بيجي ب Elliotossey ayemm السير. بس هاي الفكرة بالقنات recaوم بيجي بيجي الهاية. بكل Ninj. كفي اللاه الامعين القتال. هيا اخر سلائدة . هيا بهي تفيدني في شبتة العضلات يعني. كل ما زاد Khanhiv tpr backsST3' الاكشن موتنشل طلع الكونتراكتيليتي بتزيد يعني تمام ما عارش في ناوسة كل ما زاد الاكشن موتنشل كل ما زاد الكونتراكتيلي فورس يبدأ اخدوها بالكالدو باسكولار سيستم وخلصنا شابتر خمسة على خير ان شاء الله وان شاء الله بموفقين الله يعينكم عندكم فارما عندكم فارماكولوجي عندكم بايو كيمستري عندكم باثولوجي عندكم كمينيتي وفي السيولوجي ومادم مطلب في ناس منكم نزلين الله يكون بالعون وان شاء الله يكون فصل خفيف عليكم وان شاء الله يعني ان شاء الله ودرسوا منيح عشان ما ليك ميزدكم من الشباك عشان نطعمي دوالي عشان يطعمين دوالي ما ننطعمي هو دي طعمينه هو بحب الدوال بحب الشغلة هو دي طعمينه ان شاء الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم اخوكم وزميلكم العزيز هاني بركات من جامعة البلقات الطبيقية كلية الطب في الصلط المركز والتي انتقلت إلى مستشفى الصلط الجديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليني أعمل نراكم على خير بإذن الله سلام